العمارة الخدوية يعني أول ما بنقول الخدوية بنتذكر الخدوية إسماعيل أم أن العمارة الخدوية بتندرج أيضا على مثلا الخدوية توفيق عباس حلم الثاني حسين كامل يعني على من تطلق لماذا اسم القاهرة الخدوية لأن هذا الاسم ليس في التاريخ يعني مش موجود أصلا أنا استحدثت اسم القاهرة الخدوية لما درست وبدأت أشتغل أعمل موسوعة الحديك تفضلتي وذكرتيها وجدت أن في مصر كان عندنا ثلاثة خدوية فقط إسماعيل توفيق وعباس حلمي الثاني فإسماعيل اللي حط التخطيط والقواعد الضابطة للعمران بتاع المنطقة وجدت التنمية بقى في مراحل استكمل الإسماعيلية أو قاهرة الإسماعيلية بتاعت اسماعيل ابنه توفيق عمل امتداد شمال الإسماعيلية عمل حي التوفقية ويأتي ثالث خدوية والأخير اللي هو عباس حلمي الثاني اللي أضاف أجمل مباني في هذه المنطقة زي العمران الخدوية الأربعة الموجودين في شارع مد الدين وكان أنتونيو لاشياك أحد المعمارين اللي هو بصمة كبيرة قوي في ذلك الوقت هو اللي صمم له العمران دي وهو اللي عمل بنك مصر اللي في شارع محمد فريد وعمد الدين فهتبصي تلاقي المتحف المصري اللي في التحرير مين اللي عمل يعني يعني أعطى هذه الأرض ومنحها لهذا المشروع اللي كان عبارة عن مسابقة دولية برضو في ذلك الوقت فأنا لما جيت أعمل الكتاب خدت الحدود اللي تجمع التوفقية مع الإسماعيلية وأيضا المنتج بتاع فترة عباس حلمي التاني وأطلقت عليها اسم القاهرة الخدوية فهو اسم مستحدث لا يخل بالحقائق التاريخية ولكنه مجهود بحسي دكتورة سوهير هو القاهرة الخدوية بيغلب عليها الطابع الأوروبي كمعمار طبعا يعني هو كان حلم إسماعيل أنه يعني ينشئ باريس الشرق وكان مغرم بمدينة باريس جدا وكان ليه أصدقاء وصديقه هثمان اللي استدعاه اللي يعاون على تخطيط الإسماعيلية المدينة الجديدة بتاعته لكن فيها حاجة زريفة جدا قاهرة الخدوية أو هذه المنطقة بالرغم أنها أوروبية الطابع الطابع العمراني والطابع المعماري لكن حصل تمصير يعني اتلاقي التراز اللي موجود في بلد أوروبي موجود هنا لكن أضيف لي بعض العناصر اللي تحسي أن هذا المبنى لا يجوز أن يكون موجود إلا في مصر زي الشروفات الجو في أوروبا لا يسمح بوجود الشروفات الخارجية إحنا عندنا ده متاح وممكن لواحد يقعد في الشرفة في باريس هتلاقي نفس المبنى لو وجد لكن الشرفة جزء من الغرفة والإزاز جاية على إضافات مصرية إضافات مصرية إضافات في بعض المفردات المعمارية المصرية القديمة موجودة في عمرات كثيرة تراز باروك لكن تلاقي القبة اللي فوق اللي بتميز البروك فيها وجه سفينكس أو رأس سفينكس أبو الهول هتلاقي العلامة بتاعة اللغة المصرية القديمة زي المية والحاجات هتلاقيها موجودة في كثير من العمرات التراز أردكو يعني حصل مزج بين حصل مزج عبقري ده هزا يستدعي إن الواحد فعلا لو مر على الأماكن دي مرة أخرى عليه أنه يعيد النظر هتفاجئي هتفاجئي إنه اللغة المصرية القديمة المعمرية يعني موجودة في أعمال كثيرة جدا